بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله طالما أنكر الملحدون وجود حياة بعد الموت بل من المسلمين من ينكر عذاب القبر بعد الموت أصلا ولكن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يسخر من علماء الغرب من يثبت حقيقة الحياة بعد الموت حقيقة العذاب بعد الموت أيضا الرابطة الدولية لتجارب الاقتراب من الموت في أمريكا ولديهم موقع معروف على الإنترنت هذه الرابطة تؤكد أن العديد من الناس يموتون بشكل مؤقت ثم يعودون للحياة ولكن بعد رؤية العذاب والجحيم وملائكة العذاب أيضا بل إنهم يصفون ما رأونه بوضوح كامل من هؤلاء الذين رأوا العذاب بدقة بعد الموت إمرأة ماتت بشكل مؤقت نتيجة جرعة زائدة من المخدرات لقد كانت حياتها كلها سيئات وذنوب ولكن سبحان الله شاء الله أن تعود للحياة مرة أخرى ويتم إنقاذها وتصف ما حدث معها بدقة كاملة تقول هذه الفتاة أنها قد شعرت بنفسها تغادر جسدها وتنظر من الأعلى إلى الأطباء وهم يحاولون إنقاذ جسدها من الموت لقد كانت ترى كل شيء مثل غرفة العمليات والأطباء وجسدها الأدوات الجراحية وتسمعوا ما يقولونها إخواني الكرام أخواتي الكريمة هذه الحالة تكررت مع كثير من المرضى حول العالم الذين ماتوا بشكل مؤقت ثم عادوا إلى الحياة بحسب ما تؤكد الرابطة الدولية لتجارب الاقتراب من الموت أيها الأحبة قبل أن نتابع قصة هذه المرأة وغيرها أيضا يجب أن نعلم أن القرآن الكريم قد أشار إلى أن النفس تغادر الجسد في حالات خاصة ومنها النوم يقول الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون نحن الآن أيها الأحبة ينبغي لنا أن نتفكر في هذه الآية هذه الآية أنزلها الله سبحانه وتعالى لنتفكر بالفعل كما يثبت العلماء أن الناس أنفسهم تغادر الجسد في بعض الحالات وهي منها الموت المؤقت تقول هذه المرأة لقد شعرت بهم أي بالأطباء وهم يجرحون اللحم لإجراء العملية فالنفس كأنها تشعر وكأنها في الجسد سبحان الله طبعا نحن نقول سبب هذا الإحساس أن الروح لا تغادر الجسد إلا لحظة الموت النفس تغادر الجسد ولكن الروح تبقى في الجسد ولا تغادر حتى لحظة الموت والروح مسؤولة عن الألم في جسد الإنسان تقول هذه المرأة لقد رأيت مخلوقات غريبة وحسب كلامها تقول أنها ملائكة مظلمة ومرعبة ونحن المسلمون نسميها ملائكة العذاب تصف هذه المخلوقات وتقول أن هذه المخلوقات مخلوقات بشعة مرعبة قد أتت من أجل تعذيبها فتردد هذه المرأة عبارة وتقول هذه المخلوقات المرعبة بشكل متكرر تقول معنى هذه العبارة التي كانت ترددها ملائكة العذاب على مسمع هذه المرأة وهي تتعذب بحسب روايتها أي هي خروج من النور إلى الظلام طبعا أيها الأحبة نحن لدينا في القرآن الكريم هذه العبارة بالفعل ولكن بصيغة أكثر بلاغة وهي خاصة بالكفار وتقال للكفار الله عز وجل يقول دققوا معي أحبتي في الله في هذه الآية والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ربط الله سبحانه وتعالى بين الخروج من الظلمات إلى النور بعذاب النار وهنا هذه الفتاة بالفعل ترى هؤلاء الملائكة الذين سمتهم بالمخلوقات المرعبين تنظر إلى العذاب وتشعر بأنها تخرج من النور إلى الظلمات وترى هذه المخلوقات وهي تمزق جسدها وتعذبها عذابا شديدا وكان هذا يحدث كما تقول هي قبل ذهابها إلى الجحيم ربما أحبتي في الله يمكن أن نسمي هذه الحالة بعذاب القبر طبعا أيها الأحبة هذه القصة تكررت مرارا وتكرارا مع كثير من الناس ولكن نحن نأخذ أموذجا واحدا من عشرات القصص تقول هذه المرأة وبعد ذلك سحبت إلى الجحيم والشيء المميز الذي رأيته في النار هو وجود قطبان حديدية كانت تضغط على هذه المرأة لتعذبها بشدة قطبان حديدية كوسيلة للتعذب طبعا قبل أن أكمل أيها الأحبة ماذا رأت هذه المرأة أنا أتذكر قول الله سبحانه وتعالى عن عذاب في جهنم وسيلة من وسائل العذاب في جهنم الله سبحانه وتعالى يقول ولهم مقامع من حديد وهذا في ذكر جهنم يقال في حق الكفار فسبحان الله كيف عرفت هذه المرأة بوجود الحديد في نار جهنم كوسيلة للعذاب هذه الفتاة غير مسلمة ولم تقرأ القرآن الكريم كيف جاءت هذه المعلومات إلى دماغها وهي لم تقرأ شيئا ولم تعلم شيئا عن الإسلام تتابع هذه المرأة أيها الأحبة وتقول بعد ذلك خرجت من النار وبدأت أتذكر كل شيء شيء غريب أنها كانت تنظر إلى العذاب وتتذكر كل شيء منذ خروجها من بطن أمها حتى لحظة الموت تتذكر كل الأعمال التي قامت بها هذه الذكرى تتكرر بشكل مؤلم لها حتى أنها تتمنى أنها تتوقف لقد كانت تنظر إلى النار وتتذكر أعمالها السيئة السابقة التي قامت بها وهي تعرف أن هذا العمل سيء طبعا هنا الذي يجعلنا نتسأل ما علاقة التذكر برؤية النار يعني الإنسان يكون منشغلا بالعذاب والألم فكيف يتذكر حياته الماضية بتفاصيلها مع أنه ينساها وهو على قيد الحياة فكيف يتذكرها عندما يكون أمام الجحيم أو عند دخوله للنار حقيقة أيها الأحباب هذا الأمر أشار له القرآن الكريم بطريقة عجيبة جدا أن هناك آلية تربط بين رؤية النار وبين تذكر الإنسان لأعماله التي قام بها في الدنيا الله تبارك وتعالى يقول وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فسبحان الله الله عز وجل ربط بين رؤية نار جهنم والعذاب وبين التذكر للأعمال الدنيوية ولكن للأسف ماذا سيفيده هذا التذكر يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى وكذلك فإن القرآن يربط بين عذاب الجحيم وتذكر الأعمال في الدنيا قال الله سبحانه وتعالى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى تصوروا أيها الأحبة ودققوا معي يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى هناك عالم متخصص بهذه الحالات اسمه الدكتور سام بارنيا ذكرناه في إحدى الحلقات السابقة يقول أن معظم الذين يموتون بشكل مؤقت تخرج أنفسهم من أجسادهم فتنظر إلى الأطباء وهو يقومون بالعمل الجراحي أو محاولة الإسعاف أما كما يقول الدكتور بارنيا أما رؤية العذاب بعد الموت فهذه حالة تتكرر أيضا ولدينا قصص متعددة عن ذلك الغريب أيها الأحبة أن هذه المرأة وبعد رحلة العذاب وعذاب القبر وعذاب جهنم غادرت جهنم وعادت لترى الأطباء من جديد وتصف ما رأته أيضا حيث أنها شاهدت الجسد من بعيد ثم عادت ودخلت إلى الجسد وفقدت الوعي واستيقظت بعد ساعات وهي تعتقد جازمة أنها رأت ما يسمى بعذاب القبر ورأت الآخرة ورأت عذاب النار أيها الأحبة وإن كان هذا حلما قويا أو رؤيا قوية أقول شاء الله سبحانه وتعالى أن يرى بعض الناس هذه الحقائق لتكون دليلا على وجود حياة بعد الموت ودليلا على وجود العذاب بعد الموت وإن كنا نقول أننا نؤمن بذلك دون هذه الأحداث ونقول الشيء الذي يجعلنا في حيرة كيف لمرأة غير مسلمة أن تعرف بأن هناك ملائكة بحسب وصفها قالت عنهم ملائكة مظلمة مرعبة كيف للإنسان أن يتذكر كل شيء بعد أن يرى جهنم أن يتذكر كل ما مضى كيف لهذه المرأة التي لم تقرأ القرآن أن تعرف أن في النار حديد وهناك مقامع من حديد للكفار في نار جهنم كل هذه الأشياء تجعل هناك استئناسا ودعما لأن هناك عذابا للقبر لا نشك فيه أبدا أيها الأحبة كيف علمت بوجود مقامع من حديد وقضبان من حديد في نار جهنم للكفار وهي لم تقرأ القرآن كل هذا يجعلني أعتبر أن هذه المرأة وغيرها من الحالات هم دليل على وجود عذاب القبر بعد الموت إن مثل هذه التجارب والله إنها عبرة لكل واحد مننا أن يعتبر وأن يسارع بفعل الخيرات لأن القضية خطيرة جدا وبالفعل هناك عذاب قبر وعذاب بعد الموت والله سبحانه وتعالى يشاء أن ندرك وأن نقرأ هذه المعلومات من مواقع أمريكية من أجل أن تكون مثابة نذير لنا ونحن نؤمن بوجود عذاب القبر وأنه حاصل وأن القبر حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين قال فيهم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة وأن يوسع لنا في قبورنا على مد أبصارنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولمشايخنا وعلمائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا ممن سبقنا إليك بالإيمان اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين